نحن هنا في قرية النبيشيت التي تقع في قلبي سهل البقاء في قضاء بعلبك تتعرض بشكل شبه يومي للغارات الإسرائيلية المدمرة هذا واحد من المباني المنزل الذي تم استهدافه بالمقاتلات الإسرائيلية وتضرر بالكامل المنزل تدمر أيضا كان هناك أضرار بالمحال التجارية المحيطة بالمنزل نتحدث مع أحد أهالي البلدة حدثنا عن استمرار التعرض للغارات الإسرائيلية بشكل شبه يومي يعطيك العافية من أول نهار بالحرب تقريبا التنين الساعة خمسة ستة بلجوا يعني عملوا حزام ناري حوال النبيشيت دمروا عشرين بيت لف حوال النبيشيت ليهجروا العالم ليفزرعوا وكل بيوت مدنية وهذا من أول بيوت لنضرب هيدا مستودع طرابي فيه وفيش عشرين قنينة غاز عشر قنينة غاز ضربوا أول مرة حرقوا حريق ورجعوا ضربوا تاني مرة بالحربي دمروا وليك يشوفي أنت سماكة الساطح والبيت هيدا بيت في سلاح هيدا لو بيت في سلاح ما بيقبأ شي هون كان بيطير كله برمت بيت مدنية وهيدا جار وكمان مستودع وكل هاك البيوت وعند رايبنا كمان مستودع بصل وبطاطا كلها بيوت مدنية هن وعب يكسفوا الغارات وبيتقلوا كمية السلاح والبرود والأنابل لحتي لي أنه بدون يفللوا العالم بدون يقلبوا العالم على المقاومة ويفللوها وهيدا ما بيصير يعني لأنه نحنا كلنا مقاومة ودومنا مقاومة الأمين العام استشهد وكانت خسارة كبيرة فنحنا شو مقابل الأمين العام نحنا نحنا ولا شي نحنا كلنا فدى المقاومة وفدى هذه المسيرة وفدى فلسطين وفدى الأدس ومكملين مكملين وفشر نتنياهو وغيره أنه بيزحزحنا من أرضنا أو بيكسرنا وبالميدان نحنا شكرا شكرا إذن كمان نلاحظ العديد من الأهالي هنا ما زالوا صمدين في منازلهم بالرغم من الاستمرار التعرض للغارات الإسرائيلية المدمرة قرية النبيشيت واحدة من البلدات التي تتعرض بشكل يومي لعشرات الغارات الإسرائيلية والعديد من البلدات كذلك في مختلف مناطق البقاع هذه نماس تلفزيون العربي